بسم الله الرحمن الرحيم أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس القمة العربية الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوجه بداية بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على رئاسة القمة وارب عن التقدير لوجود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة الحضور الكريم تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مصارين مصار السلام والاستقرار والأمل أو مصار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قصرياً واستطان أراضيهم واستعجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتموا منهم عشرات الألاف في غزة ستظل حقوقهم سيفاً مسلطاً على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات السلة بينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هاوية عميقة فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جزور الصراع عبر حل الدولتين وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبزولة لوقف إطلاق النار بل والمدي قدما في عملياتها العسكرية المرفوضة في رفح فضلا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قصرياً أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها كما أكد أنه واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين البصالح أو تحقيق الأمن ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعاً أو تحقق مكاسب إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية وإن مصر التي أضاءت شعالة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكاً وتحملت في سبيل ذلك أثماناً غالية وأعباءاً ثقيلة لا تزال رغم الصورة القاتمة حالياً متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماجي ولذلك فإنني من هنا أمام قادة زعماء الدول العربية أوجه نداءاً صديقاً للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية فأقول لهم إن ثقت جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض للاختبار لا مسيل له وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالاً إلا لأن نضع أيدينا معاً لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان ونضع حداً فورياً لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في قامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إن الأجيال المقبلة جميعاً فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن منطقة تسمو فيها أمال المستقبل فوق أعلام الماضي أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته